بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم مرة تانية كل طلاب وطالبات رياضيات الصف الربع لابتدائي لمنهج الجديد هنكمل إن شاء الله في القسمة المعيارية وحل تبارين كتاب سلاح التلميز في القسمة المعيارية صفحة 23 بيقول يصيل النواتج المتساوية بالنسبة لأنواع الأسئلة دي سواء كانت صح وخطأ وكذلك أسئلة الإختيار من المتعدد يفضل إن إحنا نحل بأي طريقة مدام ما أجبرنيش بأي طريقة خلاص مليش مشكلة وبالتالي هنا هنستخدم القسمة المباشرة وكنا شرحناها على حلقة فاتت وبالتالي هنبدأ نجيب النواتج هنا في العمود الأيمن والنواتج في العمود الأيسر وبعدين نبدأ نوصل النواتج المتساوية 688 مقسومة على 8 هنبدأ نقوله كده طبعا 6 على 8 ما تنفعش وبالتالي هاخد أول رقمين أو الرقمين عندي هتلاقيها 68 68 على 8 فيها كام فيها 8 طب ليه 8 8 في 8 بـ 64 طيب على موصل للـ 68 بقلي كان بقلي 4 فأنا بشتب على التمانية وبدخل الأربعة جنبيها يعني بكتبها 48 كانت 48 عندي طيب 48 على التمانية فاللي كان فيها الـ 6 6 في 8 48 هي بقى خلصت معي يبقى ناتج 86 عايز تحاول تجيبها بطريقة القسم المطولة أو القسمة المعيارية نفس الاسم طبعا هتلاقيها برضو سهلة وبسيطة معك يعني مثلا لو هنفكر بس بعض الناس بالقسمة المطولة اللي احنا كنا اتكلمنا عليها في الحلقة اللي فاتت بقول 688 على 8 688 مقسومة على 8 هنستخدم نفس الاسلوب 68 على 8 فيها 8 8 في 8 بـ 64 بشد خط واطرح المائي عندي 4 هنزل التمانية من الفوق بقى التمانية واربعين على التمانية فيها الستة 6 في تمانية واربعين بشد خط واطرح المائي عندي جديدين 0 يبقى خارج القسمة عندي 86 ولكن الفكرة الاساسية اللي احنا بندور عليها ان احنا هنا هنستخدم القسمة المباشرة علشان ما نطولش في حال السؤال بالنسبة اللي تحتها 543 على التلاتة طبعا هنا برضو نفس الحكاية 5 على التلاتة فيها الواحد 1 في 3 بتلاتة وبقى اتنين بشتب على الاربعة وبكتبها اربعة وعشرين بقول 24 على التلاتة فيها التمانية يبقى 8 في 3 بـ 24 اخر حاجة عندي 3 على التلاتة فيها الواحد يبقى النتج عندي 181 320 على الخمسة باخد اتنين وثلاتين على الخمسة فيها الستة ستة في خمسة بتلاتين على ما وصل اتنين وثلاتين بقى لي اتنين يبقى انا هتخيل اتنين جنب الصفر بقت هتبقى عندي عشرين عشرين على الخمسة فيها الاربعة يبقى ديني اربعة وستين هروح على العمود الايسر او العمود العائدي الشمال برضو هستخدم القسمة المباشرة زي ما اتفقنا قبل كده طبعا هو مكتوب بصيغة اللي هي الصيغة اللي بيسموها الصيغة الافقية بتقولش ستة على التسعة تقول خمسة على التسعة بتنفعش بقت سبعة وخمسين سبعة وخمسين على التسعة فيها الكام انت لو ضربت ستة بتسعة تديك ربعة وخمسين وده اربعة عدد للسبعة وخمسين وبالتالي انا هكتب ستة ستة بتسعة بأربعة وخمسين على ما وصل السبعة وخمسين بقى لي تلاتة باشتبع الستة هتبان هنا اكتر وباكتب كده ستة وتلاتين ستة وتلاتين على التسعة فى الأربعة يبت糕 ك24 هتلاحز ان اخر واحدة في العمود الايمن هنا بتديك 64 يبقى انت هتوصل دي بدي يبقى جزق يعني كل اللي عليك انك بس هتوصل دي بدي اللي بعدها 430 على الخمسة 4 على الخمسة ما تنفعش فهتاخد 43 على الخمسة فيها 8 8 في 45 بقى 3 باشتبع الصفر وكتب 30 30 على الخمسة فيها 6 ادتني 86 وبالتالي هوصل 86 بال86 اللي بعد عندي 1448 نقسوه على 8 برضو نفس الحكاية باخد 14 عد 8 طبعا فيها الواحد لو خدت 2 في 8 ب16 اكبر من الاربعة عشر لكن انت هتاخد الواحد 1 في 8 بتمانية هتقدي لغاية ما توصل ليه 14 هتقدي 6 هتدخل الستة جنب الاربعة بقت عندك 64 عد 8 فيها 8 اخر حاجة 8 عد 8 في الواحد ادتني 181 يبقى انا هوصل دي بدي طبعا ممكن توصل الاخيرة بالاخيرة بما ان العمودين فيهم نفس عدد المسائل طيب السؤال اللي بعده بيقول لي اكتشف الخطأ يبقى احنا لازم نعيد السؤال تاني بس انا اصحك ان انت ما تقيتش السؤال انت هتمشي زي ما هو حالي وبعدين تكتشف الخطأ وتصوبه دي قسمة مطولة طبعا جاهزة 5 على 5 المفروض فيها الواحد واحد في خمسة بخمسة شد خط وطرح يبقى ديك سفر هتنزل الاتنين عندي هنا الاتنين اقل من الخمسة في الحالة دي لازم اكتب سفر في خاند او في خارج القسمة يبقى اصبح هنا واحد وبعدين سفر هو ده الخطأ على فكرة هتنزل الخمسة بقت خمسة عشرين اقل خمسة فيها الخمسة خمسة في خمسة في خمسة عشرين وانتهت يبقى هكتب هنا خمسة يبقى خارج القسمة بدل ما هو خمستاشر وقاكزنا على الحيطة دي مهمة جدا لما تنزل رقم من فوق ويكون الرقم ده اقل من المقسوم عليه على طول بتكتب سفر في خارج القسمة يبقى اصبح خارج القسمة عندي مية وخمسة السؤال بعد وبردو نفس الحكاية هنحاول نكتشف الخطأ مع بعض اتين ستة وستين مقسوم على ستة بقول اتناشر على الستة طبعا فيها الكام فيها الاتنين طبعا هو كاتب هنا واحد يبقى انت هتكتب هنا اتنين او هت يعني هتصححها وتكتب اتنين فوقها مفيش مشكلة هو كاتبها واحد يبقى اتنين في الستة باتناشر هتطرح يديك سفر هتنزل الستة على الاتنين فيها التلاتة تلاتة في ستة او تلاتة في ستة هتدي سوري هتنزل الستة طبعا ستة ستة فالواحد سوري بحسبها تمنتاشر واحد في ستة بستة هتمش معاك هتنزل اخر ستة برضو ستة عالستة فيها الواحد مش اتنين هو كتبها اتنين يبقى انت عندك هنا خطأ في رقمين يبقى الناتج هيطلع لك ميتين وحداشر وليس كتبها هو مية واثناشر طيب السؤال التالي هو سؤال اختر الاجابة الصحيحة خارج قسمة ربعمية تسعة وخمسين على الثلاثة طبعا هنا مديني عدد صحيح معنى كده ان ما فيش بقي احنا هنا هنحاول ان احنا نستخدم القسمة المطولة في كل جملة بما ان احنا بنتكلم على القسمة المطولة طيب ممكن تستخدم القسمة المباشرة برضو ممكن تستخدم القسمة المباشرة بستعلي نشوف دي ربعمية تسعة وخمسين على ثلاثة في60 Pearson باستخدم الناتجار الى ربعمية تسعة وخمسين مقسومة علىك ثلاثة بقول اربعة تلاثة فعل واحد واحد في تلاثة في تلاثة شد خط واضرح الباقي واحد هتنزل للخمسة من فوق باقي تلاثة حمسة تلاثة في الخمسة وكننا نحفظينivi ثلاثة في خمسة بتلاثة في خمسة حمسة وبعدين هترح 3.3. 9. خلاص انتهت معي يبقى على طول خارج القسمة اصبح عندي 153. طبعا الاجابة عندي هتلاقيها بقى يبقى 153. اللي بعدها يستخدم القيمة المكانية خارج قسمة 14. طب 14 معناها كم? معناها 40. 14 يبقى قيمتها اربعين مقسومة على اربعة طبعا كلنا عارفين اربعين على اربعة فيها العشرة فاصبح هنا خارج القسمة هو عشرة هنا خد بالك بيقول لي خارج القسمة كام عندي هنا خمسمية اربعة وستين على الخمسة هقوله كده خمسمية اربعة وستين مقسومة على الخمسة خد بالك ان هذا العدد لا يقبل قسمة على خمسة ولكن انه يقبل مع وجود باقي. وبالتالي انت هنا هتستبعد الاختيار جي يكون عندنا. ليه? لان باقي كل اختيرات سواء آلف او با او دال فيها باقي. يبقى انت هتستبعد داتاب ليه? هذا العدد اللي يقبل قسمة على خمسة لان احده اربعة لازم يكون الاحد سفر او خمسة عشان العدد يقبل القسمة على خمسة. والحيطة دي قلناها قبل كده. خمسة على خمسة فعل واحد واحد في خمسة بخمسة تشد خطه وتطرح يديك صفر. هتنزل من فوق الستة. ستة على خمسة فعل واحد. واحد في خمسة بخمسة. وبعدين تطرح يديك واحد برضو. هنزل من فوق اخر رقم عندي اللي هو الاربعة بقت اربعة عشر. اربعة عشر للخمسة مش هينفع انت اخد التلاتة. ليه? لانت التلاتة في خمسة خمسة اكبر من الاربعة عشر. وبالتالي هتبدأ تقول اتنين. اتنين في خمسة عشر تبدأ تطرح يديك اربعة. ده بنسميه ايه? بنسميه المتبقي. يبقى اصبح خارج القسمة المفروض عندي كان المفروض عندي مية واتناشر. يبقى تكتب كده خارج القسمة. اهو خارج القسمة بساوي مية واتناشر. والمتبقي عندي يساوي اربعة. والباقي يساوي اربعة. طبعا مفترض ان هي بتكون موجودة عندك في الاختيارات. يبقى نفظي يبقى انا لازم اقرى كويس جدا وبعدين اختر الحل الصحيح استخدمت مريم خوارزمية المعيارية في ايجاد خارج قسمة 324 على الاتنين ما الرقم الذي يجب كتاباته في القيمة المكانية العليا في خارج القسمة طب يعني ايه القيمة المكانية العليا يعني اكبر خانة عندك في خارج القسمة هتكون هتكتب فيها ايه وبالتالي انت مش لازم تكمل السؤال او مش لازم بعض الناس تحيل السؤال كامل ومفيش مشكلة ولكن انت لو قلت 3 على الاتنين فيها الواحد يبقى طب الواحد ده هو القيمة المكانية العليا اللي هو دايما بنسميه الرقم اللي على الشمال او بداية او بسميه اول رقم او الرقم هو الرقم الموجود على الشمال وبالتالي هنا اصبح هتكتب ايه هتكتب واحد هو بقول لي واحد في المئات تلاتة في خانة المئات واحد في العشرات تلاتة في خانة العشرات طبعا هو الاجابة عندك واحد بالسيطرة واحد في المئات ولا واحد في العشرات يعني اكبر خانة عندك هل المئات ام العشرات هتبص تلاقي عندك هنا لو انت كملت هتلاقي خارج القسم عندك مكون من ثلاثة ارقام مكون من ثلاثة ارقام يبقى اعلى خانة عندي هتلاقيها خانة المئات فيبقى الإجابة عندك واحد في خانة المئات يبقى الإجابة الصحيحة عندك هتكون ألف نمرت خمسة آخر سؤال معنا بيقول لي أي من الجمل التالية يمكن استخدامها للتحقق من ناتج مسألة القسمة المقابلة طبعا مسألة القسمة المقابلة هو جايب لي المسألة معلش عشان الصورة ومش واضحة أكده واضحة معنا بيقول لي 47 مقسومة على الثلاثة فيها الخمستاشر طبعا لو ضربت خمستاشر في ثلاثة بخمسة وربعين بقى إيه لك كم على توصل إلى 47 بقى إيه لتنين هو طبعا المسألة دي صحيحة 100% ولكن هو بيسأل هنا عن طريقة التأكد من الحل إزاي أتأكد إن حل صح أو بيسموها إزاي تعمل تشيك لحل لكنه صح بعض الناس بتروح للاقل الحزبة وطبعا ده إلى حد ما لسه إحنا ما تعودناش عليه ولكن المفترض إنك بتعمل إيه علشان تقدر تتأكد من إن خارج القسمة صحيح المسألة اللي انت عملتها صحيحة أو القسمة المتولقة صحيحة كل اللي عليك بس بتضرب المقسوم عليه في خارج القسمة بدأ بخارج القسم أفضل خارج القسمة في المقسوم عليه وبعدين بتجمع عليه الباقي لو إديك المقسوم اللي هو أكبر عدد عندي خلاص يبقى إيجابتي صحيح يبقى كل اللي عليك بس إن انت هتقول له كالآتي 15 هتضربها في الثلاثة الخمستاشر هي خارج القسمة والمقسوم عليه هو الثلاثة إنما الباقي هو آخر رقم عندي زكر تحت خالصه اللي هو الاثنين وبالتالي أنا هقول له كده للتأكد من الحل العلاقة دي أنا كتبتها كذا مرة ويجب حفظها خارج القسمة خارج القسمة مضروا في المقسوم عليه مضافا إليه الباقي أو المتبقي يساوي إيه يساوي المقسوم اللي هو دايما بيكون أكبر عدد تب خارج القسم عندي كام خارج القسم عندي خمستاشر هتضربه في المقسوم عليه اللي هو ثلاثة اهو آخر سؤال في الصفحة صفحة ثلاثة وعشرين من جرى تاني وبعدين بنضربه في المقسوم عليه ويضيف عليه اتنين بضرب عادي جدا ثلاثة في خمسة وبعدين ثلاثة في واحد بعدين ناس تقول لك ثلاثة في واحد لا طبعا خد بالك أن الجمع والطرح والضرب بنبدأ من اليمين إلى الإصار ولكن القسمة بتبدأ من الإصار إلى اليمين وبالتالي ثلاثة في خمسة بخمستاشر وبعدين تلتفحت بتلاثة وواحد تدك أربعي بخمسة واربعين سهلة جدا ممكن تجيبها حساب عقلي على فكرة يبقى خمسة واربعين زايد اتنين هتتجني سبعة واربعين طب مفروض أنت الإختيارات إيه الإختيارات بقولك أنت هتعمل إيه يبقى تعمل خمستاشر في تلاتة زايد اتنين يعني أنت مش لازم تكامل دي طب هتلاقيه كاتب لي خمستاشر في تلاتة خمستاشر في تلاتة ديت ممكن تكون صح بس لازم وجود الباقي الباقي مش موجود وبالتالي زايد اتنين مش موجود اللي بعد كده سبعة واربعين في تلاتة يعني خارج القسمة يضربه في المقسوم المقسوم يضربه في المقسوم طبعا مش مزبوطة أهي نمرت جيم بيقولي خمستاشر في تلاتة وبعدين إضافة اتنين الخمستاشر اللي هو خارج القسمة والتلاتة اللي هو المقسوم عليه والاتنين هو المتبقي أو البقي فالإجابة الصحيحة عندك هتكون جيم بكده يبقى احنا انتهينا من تبرينات النهاردة في خارج القسمة صفحة 23 كتابنا كتاب سلاح التلميذ فتبه شرح رياض ديات ربعة ابتدائي المنهج الجديد ان شاء الله من داخل كتاب سلاح التلميذ ضلطق ان شاء الله الحصة القادمة هتكون حصة سهلة وبسيطة هي مسائل التحدي الكلامية ما تنساش لعجبك الفيديو تعملين على لايك وشير وسبسكرايب في القناة